قبل الفصل كنا نتكلم وقبل الرسالة بتاع الأستاذ محمود الدريس من الأقصر وده كنت دربت المسأل أن الإنسان يملك من القدرات التي يستطيع بها أن يهزم أي شيء ودربت المسأل بالعقيدة الكتالية ويمكن نحن نتكلمنا في هذا الموضوع وبكل المقييس لو إحنا سلمنا للتفوق اللي عند العدو ولا كنا نقدر نحرب بس في حاجة برضو أستاذ إبراهيم طبعا إيه نهركز وأمش بسرعة عشان إيه ناس تعرف إزاي تقدر نهية فعلا وبطريقة محللة علمية أن إحنا نملك الكثير وربنا خلق فيك إيه وكده بس في نقطة برضو الأول لازم نعرفها أن على قد ما ربنا قال لنا ودينا سلاح ووجهنا وحذرنا وكذا لكن برضو قال لك إيه لا يغررنكم بالله الغرور وقال لك إيه يعني المنهج الرباني إن ربنا لا ينصر الأمم المتهاونة حتى وإن كانت مؤمنة وينصر الأمم التي تأخذ بالأسباب حتى ولو كانت كافرة فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينصره بقدرته بالخوارق بالمعجزات كان نصره لكنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان أكثر الخلق عبادة أنه يأخذ بالأسباب ويوم ما أخذوش بالأسباب في غزوة حنين انهزم فده المنهج اللي ربنا عايزه من الخلق جاهد نفسك إن جهاد النفس وجهاد العدو أعدوا له ما استطعته من قوة ومن رباط الخيل رباط الخيل على فكرة عشان أقول للناس مش هي الجياد أو الأحصنة الخيل اللي هي الفرسان الراكبة أو المحاربين الراكبين زي ما ربنا سبحانه وتعالى أيا كان اللي بتقبوه زي ما يقول سبحانه وتعالى للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك اللهم المحاربين الراكبين والمرتجلين فالقوة تشمل أمور كثيرة اللي هي القوة اللي احنا مأمورين بعدادها قوة الإنسان الأول بناء الإنسان بناء العلم كذا بناء العقل النفسية المواجهة فانت مأمور بكذا فوقع تفتكر يعني احنا نقول على الدلائل العلمية والنفسية والكذا اللي تقدر تواجه بيها لكن اوعى تفتكر ان ربنا مراده من الخلق انك تقعد بس تتعبد وتقرأ قرآن وكذا مراده من الخلق ان تتعاق يعني تعدي ما عليك من عبادة لانها هي في مصلحتك وتحميك وان تعد القوة وتجاهد كل يوم وتبني نفسك في كل عمر بقى من الأمور اذا كنت طالبة زاكر اذا كنت موظف بالشغل كويس ما هو ده العمل الجايد ده يعني في كل عمر من الأمور الحياة ان انا ماركنش هنبتدي برضو ايه بكلامنا بصورة عامة مدخل للكلام بصورة عامة ان هو المدخل ان احنا نفهم يعني ايه ان الكون اصلا فيه طاقة الطاقة دي فيها طاقة يعني فيه انواع كثيرة من الطاقة كل طاقات دي تصل الانسان لكن اكبر هذه الطاقات اللي هي الطاقات الكونية الطاقة الكونية طاقة وعية لان مصدرها هو الله سبحانه وتعالى لم يستدل على مفهوم محدد لطاقة الكونية ولو ان اصارها موجودة ويتدغلغل في جسم الانسان الانسان بيكتسب وبيتأثر بكذا نوعنا الطاقة وهنشوفهم ازاي حتى ان كلمات الله تعالى والايمان وحتى الخشوع بيترجم ازاي علميا لطاقة داخلية وازاي يترجم انك تقوم اللي بيحصل عليك حتى الفيروسات نفسه حتى السرطان نفسه يعني حتى السرطان نفسه ممكن تعالجه بكلمات الله سبحانه وتعالى هنشوف الدلالة العلمية على كده بس الاول نعرف ان الانسان جسمه فيه مسارات طاقة الطاقة دي الجسم بيكتسبها عن طريق الغدد الغدد دي طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده فيه سبع شكرات في الانسان او عجلات طاقة بتلف دايما العجلات دي دائمة الالتفاف بتنتص هذه الطاقة وتوزعها على الجسم كله توزيع ده على الجسم كله والخلايا بعد كده بتبعث على تقوية اللي احنا قلنا الهالة او القورة والقورة دي مثبتة في القرآن التي عسعى نورهم بين ايدي وانهما ايه ربنا بيزود نورهم المؤمنين فالهالة دي بتحصن الشخص الهالة دي عبارة عن ايه عبارة عن موجات وزبزبات تحمل بصمة الشخص يعني موجات والزبزبات الخاصة بالاورة أو بهالة الانسان لكل شخص زي بصمته لأ مش مكررة وتتبع قانون الجذب الكوني يعني هي قانون الجذب الكوني ان الطاقات الايجابية بتجذب بعضها والطاقات السلبية بتجذب بعضها يعني انت لما تحافظ دايما على انك تستدعي الطاقات الايجابية بالإيمانيات وبالسعي الخير وبالحب وبالكذا بتكتسب الطاقات الخير من حوليك يعني ولما تبقى بالعكس أنت لما تبقى في حالة غفل في حقد في كذا بتكتسب الطاقات السلبية وتبقى عرضة أكثر لأنك أنت تتعرض لك الشياطين وتتعرض لك للحاجات السلبية نفس اللي بيحصل من وسواسة الشيطان أو تمكنه منك هو نفس اللي بيحصل من الأجهزة التقنية الحديثة لأن الأجهزة التقنية الحديثة على فكرة واخد الأفكار دي من دخول الشيطان من تدخل الشيطان مع موجاتك وتدخل الشيطان مع زبزبات مخك وبعد ما يدخل زبزبات مخك هنشوف ازاي عمليا ويأثر بعدها على كامل جسمك او يسبب لك الوسيوس او المرض او كذا فمهم جدا ان انت تعرف ان اصلا الدجال ومنظومته اللي بيعملوا من زمان كمنظومة شر بيحاولوا بقدر الامكان ان هما يعلوا الطاقة السلبية على الارض سواء في الانسان وسواء في الارض نفسها ليه لان لن يأتي حكم الدجال اللي معاه اعوانوا من شياطين الانس والجن الا اذا حصل التوازن اللي هو الطاقة الايجابية مع الطاقة السلبية التوازن ده حصل له خلل ما تنفعش الكائنات الدنيا لان الطاقة الخيرة طاقة عليا كائنات الدنيا ما تنفعش تكتسب قوتها او تطلع سطح الارض او تقوم بفعالية الا لو تم مسح الطاقة الايجابية لان دي بتؤثر عليهم بتؤثر على تواجدهم تؤثر على فعالية طاقة الايجابية دي بتكتسب بقى بامور كثيرة جدا يعني هنشوفها ازاي بس عشان نشوف ازاي الاول لازم يعني ان احنا نشوف يعني ايه احنا جسمنا فجسمنا ازاي بتفاعل علميا مع الطاقة هنيجي نلاقي ان كل ما هو في الكون عبارة عن اهتزازات زي ما قلنا كل الكون كله عبارة عن طاقة طاقة متزبزبة وما يجعلها منظورة بالنسبة لك هو ان تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا يعني الطاقة الهتزازية دي تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا سواء رؤية سواء سمع سواء كذا ان العين بتشوف ترددات معينة ان الازن بتسمع ترددات معينة زي ما قلنا من 20 هرتز ل20 ألف هرتز الكون كله بيعوج بموجات نوعية الموجات والطاقة دي بتختلف لكن كلها اهتزازات فازاي بقى ان احنا بنتأثر هنبص للاقي ايه عايزين نتعرف على ازاي المخ او عشان نعرف ازاي تم التأثير في المخ وازاي ان احنا نقدر نقوم هذا التأثير وممكن وانا بتكلم برضه عشان الوقت مثلا فيه فيديو اسمه human brain waves ممكن برضه يعني نشغله وانا بتكلم فهنشوف ازاي نطاقة الايجابية بتقوي المخ وبتحصنه وحتى الخشوع نفسه ازاي بيترجم علميا حتى الصلة نفسها ازاي بتترجم علميا وانشوف ازاي انطاقة السلبية بتؤثر على تلك الخلايا وتصيبها وتجعلها عرضة للتلف وتجعلها عرضة للوسيوس ولتدخل الشيطان ونفس تدخل الشيطان هو تدخل الموجات اللي هي بتاعت الموجات المغناطسية الخفيدة وكذا وكذا فعن بوصن لاي عندنا الاول فيه حقائق علمية على المخ المفروض ان احنا نعرفها انه هو المخ اصلا ده عضو يعني كهرو كيميائي كهرو كيميائي ازاي انه هو بيتأثر بالكيمويات اللي هي لزال انزيمات اللي يفسرت انزيمات وكذا وانه هو اصلا الخلايا بتاعته في حالة اهتزاز كيميل وتأثر بالاهتزازات الوردة عليها فبيتأثر ازاي؟ بيتأثر عن طريق اول حاجة اهتزازات الصوت ليه؟ لان اهتزازات الصوت دي بتتحول في الودن يعني بتدخل عبارة عن ايه موجات ميكانيكية الودن بتتحولها لاشارات وموجات كهربائية بتوصل عن طريق العصب السمي بتوصل للمخ المخ فيه حقائق على المخ لازم نعرفها ان دماغ الانسان بتصدر زبزبات على طولها في حالة تزبزب وبتصدر زبزبات بتصدر اه وبيبعد في نفس الوقت امواج كهرومغناطسية امواج الكهرومغناطسية اللي بيبعدها المخ دي بمعدل 2000 زبزبة في الثاني بتصل لعدة امطار وفي نفس الوقت المخ بيصدر اشعة تحت حمرة والاشعة تحت الحمرة دي برضو لكل انسان بصمته في الاشعة تحت حمرة ودي هي اللي بيتحكموا فيها انت ريه الاقمر الصناعين هم يعرفوا بصمة الانسان ده وبيسجلوها وبيتدخلوا مع مخه فهي دي لما حضرك سألتين الاشعة تحت الحمرة دي بتبقى تحمل البصمة الزاتية للمخ في نفس الوقت القلب برضو بيبس الزبزبات القلب عبارة مش عبارة عن زي من الناس فكرة ان هي مضخة وبتاع مضخة لا ده القلب ده عب الخلاية بتاعته لها ذاكرة ولها وعي وبيتبس الزبزبات برضو لمجالات تتعدى نطاق المخ والقلب نفسه بيبعت اوامر للمخ اكتر ملمخ بيبعت اوامر للقلب والقلب عنده قدرة ان هو يتواصل عن بعد ويتفاعل عن بعد ويقاوم عن بعد وعنده وعي القلبي فيه وعي على فكرة وعشان كده حتى لما اشير لي ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحت الجسد الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله لان القلب فيه غدة اساسية من مسارات الطاقة اللي هي في القلب ودي مسيطرة على الربط بين الجسد الروحي والجسد المادي غير كده ان القلب ما ضخط القلب نفسها لها وعي خلايا القلب لها وعي ولها ذاكر غير كده ان هي على طول بتبعث برسائل الكترومغناطسية حولها ضعف رسائل المخ بتبعت رسائل المخ قبل اكتر من المخ بيبعت رسائل للقلب وبتبعت وبتبعت رسائل للأورا وبتبعت رسائل للأحبة والمخ على فكرة لما يكون فيه مثلا حد مثلا قريب من حد عنده قدرة خاصة على انه يتراسل بموجات المخ مع القلب بتاع الاخر عن بعد زي الام وابنائها زي حد والشريك بتاعه دي حقيقة علمية بتوصل على بعد بالموجات الكهرومغناطسية انه يقدر يمدها للشخص الحبيب عن بعد ويقدر يحميه على فكرة عن بعد بموجاته الكهرومغناطسية